الآن سنذهب لشرح كيفية استخدام جهاز الفورس وكشف المعادن في حقل خارجي دعونا نقوم بتشغيل الجهاز أولا سيبدأ الجهاز في وضع البوست هو الوضع التمييز دون نغمتين في هذا الوضع الجهاز سيقوم بإصدار نغمة منخفضة للحديد والمعادن غير الثمينة ونغمة أخرى مختلفة للمعادن الثمينة سنقوم بعمل موازنة عرضية أوتوماتيكية ونبدأ البحث فورا الآن دعونا نشاهد وضع التمييز ثلاثة هذا الوضع للتمييز بثلاث نغمات الجهاز سيعطي نغمات مختلفة للمعادن غير الثمينة والمعادن الثمينة والذهب ترجمة نانسي قنقر الآن دعونا نشاهد كيفية عمل وضع البحث العام يشار إليه أيضا أحيانا باسم وضع كل المعادن هذا الوضع يحدث صوت طنين مستمر في الخلفية ارتفاع هذه الأصوات يتأثر مباشرة بعمق الهدف الجهاز لن يميز بين المعادن وسيعطي نغمة واحدة متشابهة لكل الأهداف ترجمة نانسي قنقر الآن دعونا نشاهد كيفية تحديد نقطة هدف مكتشف تحديد نقطة الهدف هو تحديد المركز أو الموقع الدقيق للهدف المكتشف ولتحديد نقطة هدف بعد كشف الهدف قم بتحريك قرص البحث جانبا حيث لا يوجد استجابة للهدف واضغط على زر تحديد الهدف واستمر بالضغط واقترب من الهدف كلما اقتربنا من مركز الهدف فإن إشارة النغمة تصبح أقوى وتتغير الحدة في الصوت المكان الذي تحصل فيه أعلى استجابة يشير إلى قلب الهدف وتكرار هذه العملية من بضع زوايا مختلفة يضيق مجال الكشف ويعطيك فكرة أفضل عن موقع الهدف الآن دعونا نكتشف بعضا من الذهب الخام مع جهاز الفورس جول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ام 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 كم مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة